اشتركوا في القناة وكذلك تقوموا باستخدامها في البزنس الخاصة بكم وكذلك إن أردت أن تقوم بتعلم كيف تقوم باقتناص أسماء براندات وتقوم ببيع هذه الخدمة لأشخاص آخرون فهذه الدورة مفيدة جدا لك وسوف تنفعك كثيرا لكي تكتسب هذه المهارة نكمل وإيكم هذه الدورة كما قلنا والتي فيها سوف نعلمكم كيف سوف تقوم بإيجاد أسماء براندات جيدة جدا ففي الدرس الماضي شرحنا الطريقة الأولى والتي ستعلمك كيف سوف تقوم بإيجاد أسماء براندات عربية من نوعية الفيرس نيم واليوم إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على طريقة جديدة هذه الطريقة هي مختلفة نوعا ما على الطريقة السابقة فكما تعلمون الكثير من الإخوة الذين كانوا يمتلكون أسماء براندات عربية هم إما أنهم يقومون بالاشتغال على تلك الضمينات أو أنهم يقومون بالاحتفاظ بتلك الضمينات العربية حتى يقوموا بإعادة بيعها وقد وجدت بأن الكثير من الإخوة العربة الذين يمتلكون أسماء عربية كثيرة وكثيرة جدا وهناك بعضهم الذي قام بالاشتغال بتلك الضمينات العربية ثم قام بتركها ولم يقم بتجديد تلك الضمينات فأصبحت تلك الضمينات هي ضمينات expired فاليوم إن شاء الله وبإذن الله سوف أشرح لكم كيف سوف تقومون بإيجاد أسماء براندات عربية في موقع expireddomains.net هذا الموقع الذي نستخدمه دائما نقوم دائما باستعمالهم لأجل أن نقوم بالبحث عن أسماء الضمينات فسبق وأن قمنا باستخدامه في الدورة الشاملة لتجارة الضمينات سبق وأن قمنا باستخدامه في دورة البراند ابل دومين في دورة الجيو دومينات وهذا الموقع يجب أن يصبح صديقك لأنه فعلا يحتوي على كنوز دفينة يجب فقط أن تعرف كيف سوف تقوم بالبحث عنها فموقع expireddomains يحتوي على الكثير والكثير من الفيلترز هذه الفيلترز وبكل بسطة إن تعرفت على كيف سوف تقوم بالبحث فيها فتأكد معي بأنك سوف تقوم بإيجاد أسماء رائعة جدا اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم كيف سوف تقومون بإيجاد أسماء براندات عربية باستخدام expireddomains.net وسأشرح لكم طريقتين الطريقة الأولى والتي هي تتخصص في أن نقوم بإيجاد أسماء يعني أسماء تستهدف دول محددة والطريقة الثانية والتي تستهدف أي موقع يقوم بالكتابة باللغة العربية حيث أن سوف نقوم بالبحث عن أسماء براندات عربية سهلة النطق سهلة التذكر لها معنى وممكن استخدام أسماء براندات لأننا لاحقا سوف نرى كيف سوف نقوم بإرسال هذه الضمينات إلى منصة براند باكت والتي سوف تقوم بمراجعة تلك الضمينات لكي ترى هل سوف تكون جيدة جدا للماركت بليس الخاصة بها إن تم قبولها فهذا الشيء جيد جدا إن لم يتم قبولها فلا مشكلة في ذلك فأنت سوف تحتفظ بإسم براند جيد جدا ممكن في أي وقت تأتي شركة عربية أو أجنبية لكي تقوم بشراء هذا الضمين منك سوف نمر الآن إلى الدرس التطبيقي لكي نقوم بشرح لكم كيف سوف تقومون بإيجاد هذه الأسماء البراندات لكن تأكد معي يا صديقي بأن هذا الأمر يأخذ بعض الوقت لكنه يستحق لأنك فعلا سوف تقوم بإيجاد أسماء براندات عربية جيدة جدا إذن حتى لا نطيل في هذه المسألة سوف نمر مباشرة إلى الحاسوب لكي نقوم بالبحث خطوة بخطوة بشرح عملي وتطبيقي وتفصيلي لكي نقوم بإيجاد هذه الضمينات الجيدة والتي تركها أصحابها لكي يتركوها لنا لكي نقوم بشرائها لكي نقوم بتحقيق منها مبيعات جيدة جدا إذن لنمر مباشرة إلى الحاسوب لكي نقوم برؤية كل شيء لكن قبل ذلك سوف نبقى مع هذا الفاصل الإشاري ثم نعود إليكم مباشرة لكي نشرح لكم كل شيء منصة براند باكت هي من أقوى المنصات الخاصة بالبراندات إن كنت من الأشخاص الذين لديهم مهارة اقتناص أسماء براندات جيدة جدا أو أنك تمتلك براند جيدة جدا أو أنك لديك أفكار لكي تقوم بإنشاء أسماء براندات يعني بطريقها تعتبره جيدة جدا فمنصة براند باكت تعتبره أفضل منصة لكي تقوم فيها ببيع الضمينات الخاصة بك فمنصة براند باكت تحتوي على مجموعة من الكاتيجوريز التي ممكن أن تقوم فيها ببيع البراندات الخاصة بك فإن كنت تمثلك اسم براند أو ما تنلدك أفكار لبراندات ففقط قم بإرسال الضمينات إلى منصة براند باكت وصف تقوم منصة براند باكت بإنشاء لك لوجو إنشاء لك وصف وصف تقوم منصة براند باكت بوضع الضمينات الخاص بك أمام الكثير وكثير من الزبائل المحتملون والذين سوف يكونون مهتمين بشراء الضمينات الخاص بك إذن كنت مهتما بهذه النوع من الضمينات ففقط وبكل بسطة قم بإرسال الضمينات الخاص بك إلى منصة براند باكت وسوف تجد الرابط أسفل هذا الفيديو عندما سوف تقوم بإنشاء حساب جديد فسوف يقومون بإعطائك عشرة كريديت هذه العشرة كريديت ممكن أن تقوم فيها بإرسال عشرة ضمينات مجالا إذن بعد أن تعرفنا على منصة براند باكت سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جديد فهذا هو الموقع والذين نستخدمه دائما هو موقع expireddomains.net سوف نقوم بالبحث عن أسماء عربية يعني في expireddomains وسوف أريكم كيف سوف تقومون بعمل هذا الأمر خطوة بخطوة فأول شيء نقوم بالذهب إلى deleted ثم deleted.com هكذا سوف ترون بأنها يوجد أكثر من 2 مليون دومين كيف سوف نقوم بالبحث؟ فبكل بساطة نقوم بالداب إلى show filter ثم no adult name only characters هنا نقوم باختيار only available domains ومئة نتيجة في كل صفحة هذا فيما يخص المرحلة الأولى والتي نستقوم باستخدامها دائما الآن سوف نقوم بإضافة filter جديد لم يسبق وأن قمت بدكريه سوف نذهب هنا إلى additional ثم هنا في only geodomains سوف نقوم باختيار country هنا ممكن أن تقوم باختيار الدولة التي تريد ممكن أن تختار الجيريا ممكن أن تختار تونيزيا المغرب الجزائر أي دولة تريد مثلا تقوم بالذهب إلى google تقوم بكتابة list of all arab countries بكل بساطة نقوم بالذهب هنا إلى إلى الصور ثم تأتي مثلا إلى هذه الصورة وتقوم باختيار مثلا تقوم بتغيير الدول مثلا هنا المغرب سوف نقوم باختيار أولا المغرب أوكي هكذا نقوم باختيار المغرب هكذا مركو ثم نقوم بالضغط على apply filter لكي نقوم بالبحث عن دومينات يعني تستهدف المغرب قد تجد بأن هناك بعض الجيو دومينات لأننا نبحث في الجيو دومينات لكنك ممكن أن تقوم بإيجاد أسماء براندات أو أسماء عربية متاحة هنا للشراء كما ترى يوجد أكثر من 3600 ضمين هذا العدد يعتبر كثير لذلك سوف نقوم بعمل فيلتر آخر وهو أننا سوف نقوم باختيار أن الضمينات يجب أن لا تتجوز 12 حرف لماذا 12 حرف؟ لأنه العدد الأقصى الذي أغلب البراندات يفضلونه من أجل اقتناص أسماء براندات سهلة النطق لذلك سوف نقوم بوضع هكذا 12 أنت ممكن أن تقوم باختيار عشرة أو تسعة أو أي شيء تريد ثم تقوم بالضغط لأبلاي فيلتر كما ترى فهنا كذلك يوجد ضمينات يوجد هنا ألف ضمين من أجل أن تقوم بالترتيب يعني انطلاقا من الضمينات التي هي ليس الطاولة تقوم بالضغط هنا على لأن هنا سوف نقوم بالبدء بالضمينات القصيرة وهنا سوف نقوم بقراءة هذه الكلمات لكي نرى هل يوجد كلمات يعني هي عربية مثلا هنا مقادير مقادير هي ممكن اعتبارها ككلمة عربية لكنها لا تعتبر قوية يجب أن نقوم بإيجاد أسماء قوية يعني دائما تقوم بالبحث هكذا أقاديرا فأقاديرا هي مدينة أقادير فحرف A غير جيد سوف تقوم بالبحث هكذا الأمر يأخذ بعض الوقت كما ذكرت ففعلا يأخذ الكثير من الوقت من أجل أن تقوم بتحليل هذه الضمينات لكن مع الممارسة سوف تقوم بإيجاد أسماء جيدة هذا الأمر يجب أن تقوم بعملي في كل يوم لأن في كل يوم تسقط ضمينات جديدة مثلا هنا هذا الضمينات سقط يوم أمس وفي كل يوم تسقط ضمينات جديدة فكما ترى هنا الكثير من الضمينات ممكن كذلك أن تقوم بتغيير الدولة مثلا تعود هنا إلى شوفيلتر إلى أديشنال تقوم باختيار مثلا الساودي أريبية لماذا الساودي أريبية؟ لأن الكثير من الأخوة في دول الخليج العربية يقوم بتسمية البراندات الخاصة بأسماء عربية عكس مثلا دول شمال إفريقية فالكثير منهم لا يقوم بعمل أسماء عربية محدة هذا لا يعني بأنك لا يجب أن تبحث في دول في دول المغرب العربي لكن فقط نحن نقوم بالشرح حتى نبسط على الأمور سوف نقوم باختيار مثلا هنا أبلاي فيلتر وهنا سوف ترى بأنه يوجد أسماء أخرى مثلا هنا طيفور فطيفور أظن بأنه اسم براند ممكن يعتباره لا بأس به لو كانت مثلا بحرف يو نقوم مثلا بعمل هكذا طيفور هكذا في كوجل ثم نقوم بالدابي الإيميجس ويدهر بأنه فعلا يعني كان خاص بكل ما يخص نيتش الخاص بجولوري نيتش الحلي والمجوهرات وكل ما إلى هذا فهذا الضمين ممكن أن يكون جيد ممكن أن تقوم بشرائه إن أردت نقوم بالبحث مثلا عن ضمينات أخرى هكذا مثلا هنا دكتور طيف فهذا ممكن أن تقوم بالبحث عن شخص اسمه طيف وتقوم بمرسلاته هنا أرابيا جيت ممكن هذه سوف تكون طريقة أخرى سوف نقوم بشرحها لاحقا سيتم تخصيص حلقة حول هذه الطريقة لكن الآن سوف نبحث فقط على أسماء ضمينات وبراندات يعني كلها عربية يعني كلمات باللغة العربية هذا فيما يخص الطريقة الأولى سوف تبحث بهذه الطريقة في كل مرة تقوم بتغيير الدول إلى غاية تقوم بإيجاد اسم براند يعتبر كلمة عربية سهلة النطق سهلة التذكر لها معنى ومكتوبة بطريقة صحيحة فهذه هي الطريقة الأولى الآن سوف نمر لكي نرى الطريقة الثانية الطريقة الثانية وبكل بساطة سوف نقوم بحذف هذا الـ Length نذهب إلى Additional نقوم بحذف كذلك هذا الـ Geo ثم هذه المرة نقوم بالدهب إلى Magistic في Magistic سوف نقوم باختير هنا Magistic Page Language يعني أننا سوف نبحث في جميع الضمينات التي كانت مكتوبة باللغة العربية نقوم باختيار كذا Arabic ثم Apply Field كما ترى يوجد 548 نتيجة في كل مرة يجب أن تقوم بالدخول والبحث لأنه في كل يوم تسقط دومينات جديد مثلا هذا سقط يوم أمس إن أردت أن تقوم بإجاب الضمينات سقطت يوم أمس أو اليوم قم فقط بالضغط هنا على Droped وكما ترى هذه سقطت يوم أمس نحن ما يهمنا هو Length يعني أضنى الضمينات لا يجب أن تكون طويلة فهنا سوف تقوم بقراعة هذه الضمينات لكي ترى هل يوجد أسماء عربية تعتبر جيدة جدا سوف تقوم بالبحث يعني هكذا واحدة بواحدة مثلا هنا نصرا.com يعني نصرا تعتبر كلمة عربية لكن لا تعتبر قوية هنا متجور لا غير جيد هنا اكتب لكن مكتوب بطريقة خاطئة تأكدوا دائما من أن كل شيء مكتوب بطريقة صحيحة مثلا هنا توظيف يعني هذا ممكن أن يكون جيد لنيتش مصري لأن الإخوة المصريين يقولون توظيف أوكي فهذا ممكن أن يكون جيد للسوق المصري هذا سكرية لو كانت سكريات ممكن لو كانت سكر ممكن لكن سكرية هو غير جيد دكتور مكدي هنا ممكن أن تقوم بشراء الضمان وتقوم بمرسلة أي شخص اسمه مكدي في مصر بهاوي هذا ممكن هذا يعتبر مثلا مثل اسم عائلي لكثير من الأشخاص الذين يعتبرون كأشخاص مشهورين فمثلا هذا مغني لكن أنا لا أنصح بالاشتغال بهذه الطريقة لأن فعلا ليس هناك أي اهتمام بهذه النوعية من الدومينات هنا لو كانت مثلا سلطان هنا ساولطان يعني لو كانت لو لم يكن حرف A كانت سيكون دومين رائع جدا و بريمي كما ترون فيوجد الكثير من الدومينات باستخدام هذه الطريقة يوجد الكثير من الكلمات العربية لكن لا تعتبر جيدة فيجب أن تأخذ وقتك فلذا السبب قلت لكم بأن الطريقة تأخذ بعض الوقت من أجل أن تقوم بإيجاد أسماء برندات عربية جيدة جدا جمالنا هذا ممكن نعم هذا ممكن أن يكون اسم جيد جمالنا هذا ممكن أن يكون اسم جيد سوف نتأكد يعني من أنه كان هناك بيزنس عليه أو أي شيء من هذا القبيل ممكن لا يوجد أي شيء هنا سوف نرى هل الضمين لازال متاح لأنه سقط قبل تسعة أيام سوف نذهب إلى موقع أو أي موقع آخر خاص ببيع الضمينات تقوم بوضع الضمين هنا ويظهر بأن الضمين فيه لن قد تم حجزه ولم يعد متاح فلذلك سوف تبحث عن الضمين آخر مكانته نعم كلمة لكنها يعني لا يظهر لأي بيزنس ممكن أن يكون عليه لذلك سوف تبحث عن الضمين آخر هنا خيمتي ممكن على العموم سوف نرى لهذا الضمين متاح يعني لو كان خيمة دوت كوم كان سيكون رائع جدا كما ترى الضمين متاح لو كان مثلا نرى مثلا خيمتي نعم كذلك الضمين متاح يعني هنا في هذه الحالات ممكن تشتريهما معا فهذا الضمين يعتبر جيد نرى مثلا خيمة مرغم أني أظن بأنه غير متاح وفعلا يظهر بأن الضمين غير متاح سوف نرى خيمة بحرف آي هكذا كما ترى فهو موضوع للبيع ب 14 ألف دولار يعني تقريبا 15 ألف دولار هذا يعتبر جيد لكن خيمتي ممكن يعتبره كضمين جيد فهذا الضمين يعني إن أراد شخص منكم من يقوم بشراء فهذا يعتبر جيد على العموم سوف نقوم بإكمال عملية البحث إلى حين أن نقوم بإيجاد ضمين آخر كما ترى يوجد ثلاثة صفحات تقوم بالدهاب إلى صفحة أخرى وهكذا سوف تكمل عملية البحث يعني إلى غاية أن تقوم بإيجاد أسماء جيدة جدا فالطريقة الآن واضحة جدا وإن كان لديك أي سؤال كيف مكان فلا تتردد في وضعي في التعليقات أو قم بوضعي في مجموعتنا على فيسبوك فأتمنى بأن كل شيء واضح وأتمنى بأن كل شيء مفهوم إن كان لديك أي سؤال كيف مكان فكما قلت لا تتردد في وضعي في التعليقات وإن شاء الله سأكون سعيدا جدا بالإجابة على سؤالي فشكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم لا تنسى الاشتراك في القناة لا تنسى تفعيل الجرس لا تنسى الانضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك وفي الأخير لا تنسى عمل فولو على حسابي على إنستغرام وجميع الروابط سوف تجدوا أسفل هذا الفيديو إذن تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته